ليفربول لو عايز يوصل في النهاية ان هو ياخد بطورة الدوري الانجليزي هذا الموسم بدون الدخول في اي اشكالية الموضوع سهل جدا ليفربول ومحمد صلاح في مواجهة مصرية امام منشستر ينايتد على الالد ترافورد طبعا لعبة الكراسي الموسيقية ما زالت مستمرة بكل اتقاط ما بين ليفربول وما بين منشستر سيتي وما بين ارسنال منشستر سيتي استطاع ان هو يفوس فوس كبير على ريكراستر بالاس بنتيجة 4-2 وارسنال استطاع ان هو يفوز على برايتون بثلاثية نظيفة وبالتالي لعبة الكراسي الموسيقية ما زالت مستمرة ارسنال في الصدارة 71 نقطة ليفربول ومنشستر سيتي الثنائي ب70 نقطة لكن ليفربول بيتفوق على منشستر سيتي بفارق الاهداف فوز ليفربول بإذن الله هيعيده للصدارة مرة اخرى ونفضل بقى نلف فيه لعبة الكراسي الموسيقية المستمرين بها قلنا فترة ليفربول لو فاز هيوصل ليه 73 نقطة ويقترب حبة حبة من حسمه بطولة الدوري الانجليزي الموسم الصعب جدا به محمد صلاح بيدخل المباراة وهو فيه جوابته 16 هدف محمد صلاح بدأ يتأخر عن سباق الهدفين طبعا ايرلينج هالند النهاردة سجل هدف وعاد للتهديف من جديد مع فريقه منشستر سيتي ووصل ليه الهدف رقم 19 في سباق الدوري الانجليزي المهاجم الانجليزي مهاجم أستون فيلا عنده 18 هدف مهاجم مميز جدا السنة دي عامل أداء رائع سواء فيه التسجيل أو حتى فيه صناعة الأهداف فيه العديد من اللاعبين دلوقتي برضو بقى عندهم 16 هدف زيهم زي محمد صلاح بالمر النجم الانجليزي نجم تشيلسي المتقلق في الفترة الأخيرة بعد الهاتريك التاريخي الأخير في منشستر ينايتد وصل ليه 16 هدف برضو دومينيك سولانكي مهاجم بورنموس الانجليزي عنده 16 هدف محمد صلاح طبعا أخفق في التسجيل فيه المباراة الأخيرة أمام شيفلد ينايتد لكن محمد صلاح هيواجه فريقه المفضل منشستر ينايتد تخيلوا لما يكون لعب مصري فريقه المفضل علشان بيسجل فيه أهداف كتير هو منشستر ينايتد يبقى محمد صلاح وصل لأي مكان محمد صلاح شارك مع ليفر بول ضد منشستر ينايتد فيه 14 مباراة سجل فيهم 13 هدف 10 أهداف فيه بطولة الدوري الانجليزي و 3 أهداف فيه كأس الرابطة طبعا مواجهة ليفر بول ومنشستر ينايتد مهما كان وضع الفريقين بتبقى مواجهة جماهرية من العيار الثقيل الجماهير بكرة هتبتلق فيه على آخرها وهتحسوا من جماهير منشستر ينايتد أن هي بتلعب على بطولة الدوري مش مجرد فريق يعني تقريبا شبه فقط الأمل في الوصول لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم لأن التاريخ الكبير جدا والتنافس التاريخي ما بين الفريقين بيعطي للمباراة طبعا آخر وبيخلي الأجواء متوترة جدا داخل أرض الملعب طبعا مباراة صعبة على ليفر بول لكن ليفر بول لو عايز يوصل في النهاية أنه ياخد بطولة الدوري الانجليزي هذا الموسم بدون الدخول في أي إشكالية الموضوع سهل جدا يكسب لنهاية الموسم غير ما يضيع ولا نقطة والأمر ده أعتقد أن هو في المتناول لو استمر الفريق على مستوى المميز في الفترة القادمة بإذن الله طبعا النهاردة منشستر سيتي كسب فوز كبير على كريستال بلس أربعة اتنين عايز أتكلم شوي عن كيفن دي براينا اللاعب خط الوسط البلجيكي المميز في رأي الشخصي اللي دايما بقوله كيفن دي براينا هو أفضل لعب خط وسط صنع ألعاب بعد زين الدين زيدان في الكرة العالمية ما اعتقدش أن فيه لعب خط وسط بالإمكانيات دي ظهر بعد زيزو غير كيفن دي براينا سجل هدفين النهاردة فيه منتهى الرواعة هدف من تزديدة رائعة راحت آر تو بشكل يعني غريب كمان ساهم فيه صناعة هدف آخر كيفن دي براينا بيديك فكرة قد إيه لسكواد بتاع فرقة منشستر سيتي سكواد مميز جدا يعني تخيلوا لما يكون كيفن دي براينا أحيانا ما بيبدأش المباراة وأحيانا نجوم من فرقة منشستر سيتي ما بيبدأوش المباراة عادي جدا والجوارديولا بيقدر يحط تشكيلة قوية عادي جدا وبيقدر يفوز فيه النهاية بدون اللعيبة اللي احنا بنقول عليها أساسية فده يديك فكرة قد إيه لسكواد بتاع منشستر سيتي متفوق باكتساح على السكواد بتاع ليفر بول مع مديره الفاني يورجين كلوب اللي بيلعب فيه أحيان كثيرة هذا الموسم بالذات بيقى العديد من اللعيبة الصعبة وده يقول لك قد إيه الكفاءة بتاعة المديره الفاني الألباني المميز يورجين كلوب اللي مديها ليه فريقه هذا الموسم رغم الغيابات الكتيرة بسبب الإقافات وبسبب الإصابات اللي أصابت لعيبة ليفر بول في هذا الموسم خلينا أقول لكم شوية أرقام تاريخية تجمع ما بين الكبيرين ليفر بول ومنشستي يونايتد اللقاء ده هو اللقاء 214 بين الناديين واللقاء رقم 182 في بطولة الدوري بريمير ديج ليفر بول سجل 15 هدف في آخر خمس زيارات له إلى أولد ترافورد في جميع المسابقات بعد أن سجل 13 هدف في الزيارات الأربعتاشر السابقة الموسم الأخير اللي فشل فيه الريتز في الفوز في مباراة واحدة أمام منشستي يونايتد على الأقل في الدوري كان موسم 2017-2018 طبعا احنا عارفين أن المباراة الدور الأولانية انتهب بإتعادل السلبي 00 في مباراة كانت سيادة فريق ليفر بول لكن مشستي يونايتد قدر أنه يطلع بنقطة من هذه المباراة يمكن لكل من كودي جاكب وابراهيمة كوناتي أنه شاركها في المباراة رقم 50 في الدوري خلال مسرتهما مع ليفر بول يمكن أن يصل كونور برادلي الظاهير الأيمن الشاب المميز إلى المباراة رقم 50 في الدوري خلال مسرته أول 41 مباراة كان لعبهم مع بولتون على سبير الإعارة ليفر بول على بعد هدفين من تسجيل 700 هدف في مبارايات الدوري تحت قيادة المدير الفني الألماني المدير الفني اللي هيرحل بنهاية هذا الموسم يورجين كلوب زي ما قلتلكم محمد صلاح سجل في مارما منشستي يونايتد أكتر من أي فريق تاني سجل 13 هدف زي ما قلتلكم فيه 14 مباراة وهو رقم يتضمن الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في الدوري في المباراة من قبل أي لعب من الفريقين 10 أهداف لم يخسر ليفر بول أي من آخر 8 مباراة لعبها في 7 أبريل فاز في 4 وتعادل في 4 منذ خسرته خارج أرضه أمام برمينجهام 621 في عام 1973 فشل ليفر بول في التسجيل في مباراة وحيدة في آخر تمام مباريات في جميع المسابقاته كانت على أرضه أمام منشستي يونايتد في ديسمبر الماضي يتقدم ليفر بول بفارق 23 نقطة عامة كان عليه في نفس المرحلة من الموسم الماضي رقم كبير جدا طبعا السنة دي آخر مرة تعادل فيها الفريقين بدون أهداف في اللقاء التاني على التوالي في الدوري كانت في فبراير 1977 تأكدوا بكرة إن شاء الله يكون فيه أهداف كتير وكانت المباراتين على ملعب على أرضه هذا الموسم فاز يونايتد بتمام مباريات وخسر خمس مباريات واجه إيريك تنهاج المديري الفني الهولندي لمنشستي يونايتد ليفر بول 6 مرات من قبل في جميع المسابقات خلال مسارته فاز فيه 2 وخسر فيه 3 وتعادل في مباراة واحدة فقط لا غير طبعا كان فيه مباراة تانية وقيمة أستن فيلا وبرينتفورد انتهى المباراة بإتعادل 3-3 إيفرتون فاز على بيرنلي 1-0 فولهم خسر على أرضه أمام نيوكاسر يونايتد 1-0 لوتون تاون فاز على بورنموس 2-1 وولس وولفر هامتون خسر على أرضه أمام واستهام 2-1 بكرة بإذن الله بعد المباراة بتاعة ليفر بول ومانشستي يونايتد اللي هتكون الساعة أربعة ونص بإذن الله بتوقيت القاهرة عندنا برضو مباراة شيفر يونايتد ويتشيلسي المنتاشي طبعا بعد الفوز الكبير في آخر مباراة تعالى منشستي يونايتد وعندنا مباراة برضو مهمة ليس بيرس تاتل هام هاتسبر أمام نوتنج هام فورست وقعاتكم ايه لمحمد صلاح بعد ساعات قليلة بإذن الله في المباراة المصرية أمام منشستي يونايتد هل يقدر أنه يهدف مرة أخرى فيه الشيطين الحمر ولا اللي حصل فيه المباراة الماضية والتأثير بتاع إخراجه بعد مرور ربع ساعة من الشوت التاني والكلام اللي تقال أنه علشان صايم وليقته البدنية متأثرة وليقته الفنية متأثرة ممكن يأثر على أداء نجمنا العلامي الكبير محمد صلاح في مباراة منشستي يونايتد المباراة الأهم هذا الموسم لليفر بول ياريت تقولولي أراءكم في الكومنتات وتوقعوا محمد صلاح هيقدر يسجل بكرة ولو قدر يسجل هيسجل كام هدف لو قدر مرة تشوفني مش حوصيك اشترك في القناة فعلى الجرس اعمل لايك الفيديو بنتابع كل أخبار وأحداث القرى لحظة بلحظة كرة محلية كرة عربية كرة علمية كثفوا الدعاء لألينا في فلسطين بالنصر يارب أشوفك على خيال شكرا لكم السلام عليكم